الخبر الأول اللي عدنا عن رغضة كوميديان وردها على الرضا الوهابي فبعد ما رضا مسح من حسابها بالإنستجرام الصور اللي تجمعوية رغضة وبعدها شال الفولو من حسابها بالإنستجرام رغضة كوميديان ردت عليه بنفس الطريقة فشالت الفولو من حساب رضا بالإنستجرام وطبع هذا الشيء أكد نمية بالمية أنه صار مشكلة بيناتهم فاكتبنا يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو بيسان وأنس الشايب فبيسان نزهت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات واللي كان يقولون بها أنه محضرين مفاجأة خرافية راح تنزل بالإيام القادمة نارية أتوقع راح تكون مقاطع ويامو فلوكز لابلستوري كان موجود راح حطوكم هذا الإستوريات طبعا كون أشوفوها هاي حبايبي كيفكم أنا آسفة أنا وأنس لأنو كنا اليوم كثير مشهولين محضرينكم شغلات نور اليوم كنا بمكان كثير حلو وبعدين بتشوف وشوف وكثير مبسطنا بس أجلنا السوريات وكيفما ينزل الفيديو ورح نزل لكم كثير شي أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي أسو فأسونا نزهت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري واللي كانت تقول بي مفاجأة كلش كبيرة راح تنزل بكرة شنو يا ترى هي المفاجأة لمحضرتها كتبونا يا حبايبي بالكومنتاج شنو توقعتكم المفاجأة أسونا لمحضرتها الخبر الثالث اللي عدنا عن كشف حقيقة نور مار وهذه المرة إخفاء الاسم يارا مار من التعليقات فهو حط اسم يارا مار بالخالة كلمات المحضورة فأي واحد حالية راح يعلق باسم يارا مار راح يطلع بالكومنتات وحين حذف تلقائيا أما اليساق عن الدليف اللي ندخل على أخمقط نزله ونكتب بي يارا مار وبعدها نروح على الأحدث أولى عن مدفع تعليق ونحفظ تعليق لأشخاص العلقوي يايا ظاهر مثل ما شايفين أما اليساق عن السبب فالأغلب يتوقع أنه سبب التهجم من فانزات قمر مار نور مار اضطر أنه يخفي اسم يارا من التعليقات على مودي وقف هذا التهجم اللي صار فاكتبونا يا حبائي بالكومنتات شو رأيكم حركة نور مار بغاء اسم يارا مار وقمر مار من التعليقات مبارحة الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان اسماعيل بيسان نزلت على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات ويا موفلوكس واللي كانت تنشر له بيه مقاطعة اللي نزلها باليوتيوب وهو من المتابعين صاروا يقولون انه موفلوكس من طفلوس البيسان اسماعيل العلم وتطلع تقول هذا الكلام وتصوروا إياه طبعا التهجم مجال مستمر على مقطع موفلوكس فكل التعليقات بعدها بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي فاكتبونا يا حبائي بالكومنتات شو رأيكم بالتهجم اللي صار بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع حبائي بطلب بسيط حطوا لايكات شوية الدعم نازل باخر فترة ليوتيوب مدية يشر المقاطع فبس تحطوا لايكات المقاطع لح تطلع الناس بشكل أكبر فيبطلب بسيط بس حطوا لايك وبس شاوكوا في زيان قسم الملكة القصص مع السلامة